موسيقى الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد أيها السادة المشاهدون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الأمسية المباركة نحب أن نعيش جوا من أجواء الآخرة من أجل أن نتذكر أن هناك دارا للخلود إما إلى جنة وإما إلى نار من الآيات القرآنية التي نريد أن نتذكر فيها قول الله عز وجل يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَابٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ هذه الآية حينما نتفكر بها نرى عظم ذلك الموقف وشدة تلك الأهوال التي حذرنا القرآن الكريم منها قو أنفسكم وأهليكم نارا قال مجاهد أي أوصوهم بتقوى الله وأدبوهم وقال قتاد مروهم بطاعة الله وانهوهم عن معصيته هذه النار أيها الإخوة حدثنا عنها الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة في وصفها وما فيها من شدة وما فيها من أهوال فهذه النار كما ورد في الحديث الصحيح في البخاري ومسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ناركم هذه التي يوقد ابن آدم يعني هذه النار التي نراها في الدنيا هي جزء من سبعين جزءا من نار جهنم فلما سمع الصحابة رضوان الله عليهم هذا الأمر قالوا يا رسول الله والله إنها لكافية يعني يقصدون أن نار الدنيا كافية من أجل أن تعذب الكفار والذين عصوا الله ورسوله وخرجوا عن الصراط الذي ارتضاه الله لعباده فقالوا يا رسول الله إنها لكافية فقال لهم عليه الصلاة والسلام إنها جزء من سبعين نارا يعني أن نار جهنم تعدل هذه النار التي في الدنيا سبعين مرة لنقارن الحال لو أن أحدنا جاء وأراد أن يأخذ شيئا وضع على النار هل ترى أن عقله سيذهب بتلك اللحظة ويحمل هذا القدر أو أي شيء آخر الذي إذا عرض الجسد إليه وهو جزء من سبعين جزء من نار جهنم فإن الجسد سيتعرض لحرارة قوية ومن ثم سينتهي به الحال إلى أنه سيكون في شدة من هذه النار وفي بؤس منها لذلك أيها الإخوة ونحن في هذا الشهر علينا أن نتفكر جيدا أن الله عز وجل حينما خلق الناس بيّن لهم طريق الخير من طريق الشر وذلك لأجل أن ينعم الإنسان ويكسب الإنسان طريق الخير لكي ينعم في الآخرة بجنة عرضها السماوات والأرض أما إن خرجنا عن الطريق الصحيح والتجأنا إلى الطرق التي تغضب الله عز وجل فإننا سنهدي أجسادنا إلى النار وستكون أجسادنا حطبا لجهنم فالحذر الحذر وَلْنَعْصِمْ أَنْفُسَنَا وَلْنَقِيْ أَنْفُسَنَا وَلْنَأْخُذْ بِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ قُوْوْا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَأَقُولْ هَلْ نَتَحَمَّلُ هَذَا الْجُزْءِ الْلَّذِي فِي الدُّنْيَا حَتَّى نَتَحَمَّلَ سَبْعِينَ جُزْءًا مِثْلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَة لنسأل أنفسنا هذا السؤال ومن ثم العاقل هو الذي يعمل من أجله أن يبعد نفسه عن النار نسأل الله العظيم أن يجيرنا وإياكم والمسلمين من النار إنه نعم المولى والقادر على ذلك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى